أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الديني إياك نعبد وإياك نستعين هدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصارهم غشاوته ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضه ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستازئون الله يستازئ بهم ويمدون في طغيانهم أعمون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلون كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله وذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صنهم بكم عميون فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما ضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثلي ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها نهر كلما رزقوا منها من ثمرة الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلى الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقين ويقطعون ما أمر الله به أن يوصلوا ويسجدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوي السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسر فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلنا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم وقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدونه ما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أباه استكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهم الشيطان عنا فخرجهما مما كان فيه وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقروا ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا هبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدايا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النارهم في أخاردون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعدكم وإياها فارهابون وأمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أولا كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياها فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون وقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون عن أنفسكم وانتم تتلون الكتابة فلا تعقلون وستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا من أصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسهمونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا ألا فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقوم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا من حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدال الذين ظلموا قولا غيرا الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى قومي فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجرت من وثنت عشر طعيناهم قد علم كل ناس مما شربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام مواحي فادعونا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصرها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي وخيرونه بطمصا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يحتدون إن الذين آمنوا الذين هدوا النصار والصابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرون عند ربهم ولا خوف عليهم ولهم يحزنون وإذا خذل ميثاقكم ورفعنا فلقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة الخاسرين فجعلنا نكلم بين يديه وما خلفه معيظة المتقين وإذ قال مساء قومي إن الله يأمرك من تذبح بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا ثارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلون تثير الأرض ولا تسقي الحرفة مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فالدارات فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قسط قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خل بعضهم إلى بعضهم قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون فويلوا للذين يكتبون الكتاب بعيدهم ثم يقولون هذا من عند الله لي أشتروا به ثمنا قليلا فويلوا لهم مما كتبت عيدهم وويلوا لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم في أخالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم في أخالدون وإذا أخذنا ميثاق من إسرائيل لا تعبدون إلى الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإيتكم أسارة فادوم وهو محرم عليكم إخراجون أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضهم فما جزاء من يفعل ذلك منكم اللاخزيون في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخففوا عنهم العذاب ولهم ينصرون ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بإسم اشتروا بأنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضلي على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضبهم وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعد وأنتم ظالمون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوةهم واسمعوا قالوا سمعنا وعاصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم بإيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت عيدهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنه محرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمروا الله بصير بما يعملون قل من كان عدو لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله مصدق لما بين يديه وهدى وبشرى المؤمنين من كان عدو إلا يوملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما عادوا عهدا نبذوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله يصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين الكفروا يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمهم من أحد حتى يقول إنما نحن فتنتهم فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم لقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاقهم ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعين وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله لهم ملك السماوات وارضي وما لكم من دون الله من وليه ولا نصير أم تريدون أن تسأل رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدن ونصارة الكمانيهم قل هات برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يترون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممنع مساجد الله أن يذكر في أسمه وسع في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسم العليم وقالوا اتخذ الله ولده سبحانه بل لو ما في السماوات والأرض كل لو قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقولوا كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمون الله أو تأتين آياتهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابات قلوبهم قد بينا الآيات لقومهم يقنون إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من وليه ولا نصير الذين آتناهم الكتاب يتلون وحق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم عن العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبال منا عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون وإذ بتلى إبراهيم ربه بكلماته من فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمامهن قاله من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس ومنهم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهلهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قالوا من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفعوا إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا ملاسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيه رسولا منهم يتلو عليم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيم إنك أنت العزيز حكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولا قد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الأخيرة لمن الصالحين إذ قال له رب وأسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله أصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد قالت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسلون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هدن أو نصارة اهتدوا قلب الملة إبراهيم حنيفة وما كان من مشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفي كوم الله وهو السميع وعليم صباغة الله ومن أحسن من الله صباغته ونحن له عابدون فلتحادوننا في الله وربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلموا أم الله ومن أظلموا ممن كتم شهادة عنده من الله يوم الله بغافرين عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت الكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجر الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافلين عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تابعوا قبلتك وما أنت بتابعين قبلتهم وما بعضهم بتابعين قبلة بعض ولئن اتبعت أهوام من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين أتنهم الكتاب يعرفون وكما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتبون الحق وميعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث قارجت فولي وجهك شطر المسجر الحرام وإنه لا الحق من ربك وما الله بغافلين عما تعملون ومن حيث قارجت فولي وجهك شطر المسجر الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوكم شطرة لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشون واخشوني وليؤتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة ويعلمكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكرون يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين من استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله أمواتهم بلا حياء ولكن لا تشعرون ولا نبلو أن نكون بشيء من الخوف والجوع والقصر من الأموال والأنفس والثمارات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربي ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمرة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليها هي الطواف بإما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليهم إن الذين اكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنوهم الله ويلعنوهم لعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتبوا عليهم عن التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولهم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السموات وأرض اختلاف الليل والنار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما ينفعها فأحيى بها الأرض وعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب مسخر بين السماء والأرض الآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أن داده يحبونه كحب الله والذين أمنوا شدوا حب لله ولو يرى الذين ظلموا إذ رؤون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شريل العذاب ذه تبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن هناكرة فنتبرى منهم كما تبروا منا كذلك يريهم الله أعمال حسرات عليهم أمهم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا من ما في الأرض الحال طيب ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيلوا لهم اتبعوا ما أنزل الله وقالوا من اتبعوا ما ألفين علي أباءنا ولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثال الذي يكفر كمثال الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صموبكم العظم فهم لا يعقلون يا أيها الذين أمنوا كل أمين طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه وتعبدون إنما حرم عليكم من يتتودم أحمد الخنزير وما هو اللبي غير الله فمن يضطر غير باغه ولا عاد فلا يثمع لي إن الله أفر رحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب واشتروا به ثمان قليلا أولئك ما يكون في بطوء من النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهمهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالوداء والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفيه شقاق بعيد ليس البر أن تؤلوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على حبي ذوي القربة واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة والتزكاة والموفون والموفون بعدم إذا عادوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد والعبد والأنثى بالأنثى فمن عفيا له من أخي شيء في اتباعهم بالمعروف وداء إليه بإحسان ذلك تخفيفهم من ربكم ورحمتهم فمن اعتدى بعد ذلك فلو عذاب ناليم ولكم في القصاص حياته هي أولئة الباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم موته إن ترك خيرا الوسيط للوالدين والأقربين والمعروف حقا على المتقين فمن بدلوا بعدما سمعوا فإنما يثموا على الذين يبدلون وإن الله السبيل العليم فمن خاف من موصل جنفا أو يثمن فأصلح منه فلا يثم علي إن الله غفور الرحيم يا أيها الذين يمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب علي الذين من قبلكم وعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا ولا سفرين فادة من أخرى وعلى الذين طيقون وفدة طعموا مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خيرا لكم إن كنت تعلمون شهر الرمضان الذي منزه في القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصبه ومن كامل يضرع على سفرين فادة من أخر يريد الله بكم الوسرى ولا يريد بكم العسرى وليتكملوا العدة وليتكبروا الله على ما هداكم ولا عليكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريبا وجيبوا دعوة الدعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشودون وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى الإنسائكم وأن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله وأنك كنت تختارون نفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم فلا نباشرون وابلتغوا ما كتب الله لكم واكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من خيط الأسرى من الفجر ثم نتم الصيام إلى الليل واتباشرون من تعكفون في مساجد تلك حدود الله فلا تقربوا وكذلك يبين الله وآياتين الناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل وتدلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل التي قلها موقيت للناس والحج وإستبروا بها أنت تلبوت من ضونها ولكن البرمات تقى وتلبوت من أبوأ بها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون لكم واتعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وأقتلوا محيف ثقفتم واخرجوهم حيف أخرجوكم الفتنة وسودون قتلوا وتقاتلوا عند مسر الحرام حتى يقاتلكم فيه فإن قاتلكم فأقتلوا كذلك جزاء الكافرين فإن انتهى فإن الله أفهر ورحيم وقاتلهم حتى لا تكون فتنت وايكون الدين لله فإن انتهى فلاعدوان إلا على الظالمين الشار الحرام والشار الحرام والحرومات قصاص فمن يعتدى عليكم فأعتددوا عليكم مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وعلى وأن الله من المتقين وأنفقهم في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلوكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وَأَتِمُّوا الْحَجَّ عُمْرَةِ لِلَّهِ فَنُحْصَتُمْ وَمَسْتِي السَّلَمْ الْهَدِيُّ وَلَا تَحْلِقُ رُوسَكُمْ حَتَّى يَبَلُوا الْهَدِيُّ وَمَحِلُّهُ فَمَنْ كَالَمِكُمْ مَنِكُمْ مَنِيظًا وَبِهِ أَذَمُ الْأَصِيْفِ فَفِدْيَةُ مِنْ صِيَامًا وَالْصَدَقَةٍ وَالنُّسُكُ فَإِذَا وَالَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْتَبْتَهُ وَفَضْلَى مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا هَفَطْتُوا مِنْ عَرَفَاتِي فَاذْكُرُوا اللَّهَ إِذَكُرُوا كَمَ هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِينَ مِنَ الضَّالِينَ ثُمَّ أَفِيضُونَ حَفَاطُوا الْنَّاسِ وَاستَغْفِرُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَفُورُ الرَّحِيمُ فَإِذَا قَ وَإِذَا قِيرَ لَأُتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُوا الْعِزَّةُ بِإِذْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئِسَ الْمِهَادَ وَمِنَ الْنَّاسِ مَنْ يَشِنْ يَفْسَوهُ بَاتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوُفٌّونَ بِالْعِبَادِهِ يَا أَيُوَا الَّذِيَا مُدْخُلُوا في السلم كافةً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدوهم مبين فإن زلتم من بعد ما جاءتكم البينات فعلموا أن الله عزيز الحكيم هل ينظرون إلا ياتيه الله فضولاً إمن الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله يترجعوا الأمور سَلْبَنِيِ إِسَرَائِلَ كَمَا تَلَوْمَ لَاءِتِ الْبَإِنَةِ وَمِنْ يُبْدَلْ لِعَمْتَ اللَّهِ مِنْبَعْدِ مَا جَاءَتُوا فَإِنَا رَشِدُّ بُلْعِقَابَ زُيِّنَا لِلَّذِينَ كَفْرَ حَيْتُ لِنَا وِيَسْخَرُونَ مِنْا وَالَّذِينَ أَتَّقَوُوا فَأَوْقَوُهُمًا لِمَا الْقِامَةُ وَاللَّهُ ي ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر قنقر نانسي قنقر 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 قنقر